بداية كده وعلى عكس المعتاد مش هنبتدي مع حضراتكم بخبر يخص كرة القدم هنبتكلم مباشرة في كرة اليد لان احنا عندنا خبر حلو يخصها مليون مبروك تأهل منتخب مصر لكرة اليد رسميا الى نهائيات كأس العالم اللي هتقام ان شاء الله في كرواتيا والنرويج والدنمارك طبعا وبعد مباراة رائعة لعبوها مبارح امام انجولا قدر ان هو يتأهل لدور نصف النهائي في بطولة كأس الامم الافريقية فاز منتخبنا على انجولا بنتيجة 37-25 فرق سكور كبير الحقيقة وطبقا لنظام هذه البطولة بتتأهل المنتخبات اصحاب المراكز الخمسة الاولى الى بطولة العالم لكرة اليد 25-25 بينما سيتأهل المنتخب البطل الى منافسات كرة اليد تي دورة الالعاب الاولمبية في باريس 20-24 يعني في حال فزنا ان شاء الله بالبطولة هنروح باريس كمان والحقيقة منتخبنا يقدر يعمل كده ويقدر يوصل لما هو ابعد من كده بكتير كمان ما تنسوش حضراتكم انه سبق وتوج بهذا اللقب 8 مرات ويقادر على ان هو يحقق النجمة التسعة ان شاء الله